وندعو المتسابق الرابعة في هذه الجلسة الصباحية المباركة نذر حامد ممادي من جمهورية القمر المتحدة أحيا بهداه وشرعته شبا شبانا وفتيانا ومضينا نسعى في كسب أشغلنا المال كذا الولد ومضينا نسعى في كسب أشغلنا المال كذا الولد ويحن فؤادي لرياض أنسي فيها وله أجل السؤال الأول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم السؤال الأول قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أر أتبعي لتشكيل كلمة تأكل فذروها 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 تأكل في هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من صحولها واذكروا لها قسورا وتنحتون من الجبال وتنحتون الجبال بيوتا فذكروا آلاء الله لعلكم فذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض موسيدين قالوا قال الملأ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا من قومه قالوا قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا فتول عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين حسبك السؤال الثاني بسم الله الرحمن الرحيم وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى وَقَالُوا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى وَقَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَذِهِ قَالُوا إِنَّا إِنَّا أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالُوا قَالَ إِنَّا فِيهَا لُوْطَى قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِنَّا أَمْرَأَتَهُ كَأْقَدَّرْنَاهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِنَّا أَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَأْقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْسِنَ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيئَ بِهِمْ وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْسَنَ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرَأَتَكَ قَدَّرْنَا وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنَ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقُرْيَةَ رِجْزًا إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقُرْيَةَ رِجْزًا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصويحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون حسبك السؤال الثالث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وبدى لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ووهبنا لأواكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك أم لهم شرك في السماوات وإيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا صحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيلون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أجري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إليه وما أنا إلا نذير مبين شكرا شكرا